قبل بداية المقطع يليتي اذا كنت جديد على القناة تشترك وتفعل جرس انبيهات بالنسبة لي جدا الاشتراك مهم يليتي بجميع طبيعي تسمعني ليش احنا حاليا 53200 وحولها يعني فليش ما نوصل 55000 قبل نهاية السنة تقدر والله تقدر ولا تنشر المقطع في كل مكان ننشره في كل مكان خلونا نوصل 55000 قبل نهاية السنة الشيء الثاني هذا حسابي في الانستغرام قدامكم في الشاشة فارس اوفيش الشرطة تحت عندي هناك حول 2500 متابع فابغى ادعمكم هناك ابوصل هناك حول 3000 متابع فلا تقصروا معايا يا غوالي زي ما انا ماني مقصر معاكم في المقاطع وهذا الثاني مقطع اليوم يعني بإذن الله فايلة ما تقصروا معايا انتم وضيفوني في الانستغرام وضيفوني يعني اذا ما كنتم مشتركين اقصد في قناتي في اليوتيوب وتفعلوا الجرس انبيهات جدا مهم عشان تكون اول من يشوف المقطع الشيء الاخير زي ما قلت وصلوني الاكبر عدد من المشتركين هنا وفي الانستغرام وخلونا نبدأ في مقطع اليوم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فارسة وفارسة في الشيء المقطع جديد مقطع اليوم راح يكون اخر اخبار انتقالات الصيفية او مو الصيفية اعتذر على الغلط الشتوية الحلقة الولى انتم تعودين دائما انا اقدم لكم الخبار اتكلم عن الصفقات وعطي رأيي ويعني نسول مع بعض عن الصفقات وكل شيء فاليوم عندنا ثلاث صفقات يعني صراح صفقات جيدة بالنسبة لي راح نتكلم عن كل صفقة على حدة وراح نستمتع ان شاء الله في التحليل الصفق الاولى عندنا انتقال اللاعب هتان بهبري الى نادي الشباب فحسب اخر الاخبار وحسب اللي هو برنامج الحصاد الرياضي اللي يعرض على القنوات الرياضية السعودية يقول لك نادي الشباب يرغب في استعادة اللاعب هتان بهبري ويقترب جدا من الحصول عليه انه يرجع تخريب من على سبيل العارة او ممكن انتقال ما تدري اتوقع انه هتان بهبري بيدخل فترة الحرة على ما اظن ما ادري تصححوا لي المعلومة اذا كان في غلط في المعلومة فهتان بهبري لاعب جيد راح يفيد الشباب الشباب بحاجة اللاعب مثل هتان بكل امانة كيف اقول لكم مشكلة الشباب في عندهم مشكلة انهم قاعدين يجيبون رجيع الاندية صح انا قلت لكم هتان لاعب جيد لكن انت قاعد يجيب رجيع الاندية هتان نواف العابد جابوا لعيبة ثانين والله نسيت منهم وبرضو ما يلعبوا معنديتهم هو يجيب عنده البلطان يعني يجيب لعيبة مجانا وفي النهاية ما يقدمون شي ما يساون ذاك الشي الكبير ما احترامي فما ادري يحس انه هتان بهبري لو راح الشباب يعني يرجع من جديد للشباب ما راح يقدم ذاك الشي الكبير بكل امانة الصراحة هتان بهبري حتى اي نادي ما راح يفيدهم بكل امانة خلاص صار اللاعب يعني نشوفه مناسب للهلال يقعد دكة في الهلال متى محتاج الهلال يلعبه اما انه يروح نادي ثاني بالنسبة لي ما اعتقد راح ينجح واذا تمت الصفقة وراح الشباب بالنسبة لي اقيم الصفقة خمسة من عشر راح تكون صفقة جدا سيئة اعطونا رأيكم في الصفقة وخلونا الحين نروح على الصفقة الثانية عندنا في حلقة اليوم واللي هي خليني نشوف الصورة معاكم واللي هي صفقة اللاعب جلال الدين مشاري بوف لاعب نادي بخت كورلوس بك الثاني طبعا اللاعب تكلمت عنه في مقطع كامل راح تلقو فوق في حرف الآي ردت فعلي على لاعب النصر الجديد مشاري بوف خشوا على المقطع شوفوه اضغط بزر لايك ثم ارجعوا سمعوا رأيي من جديد عن اللاعب اللاعب بكل امان اللاعب جدا ممتات كل الاخبار تقول انه اللاعب خلاص بيوقع للنصر في الساعات القادمة يعني ممكن الايام الجاي او مو الساعات القادمة الايام الجاي تسمعوا خبر توقيعه خلاص اللاعب النصراوي بإذن الله اللاعب النصراوي بإذن الله طبعا هو كمتن الفريق لوز بك المعلوميتكم ولاعب كبير لاعب خبرة يعني الصراحة لاعب جدا مميز وعلى اغلب راح يكون حسب ما فهمت بديل مرابط كم جنسوا راح يسقطوا من القايمة راح يجيبون لوكا سليمة من الاهلي اللي راح خلونا نتكلم عنه بعدين من يحابه بحرق لكم الحلقة على العموم شاري بوف صفقة جدا ممتازة للنصر ما عندي كلام كثير اقوله هنا لاني انا تكلمت عنه بشكل كامل في الحلقة حق تردد فعلي على اللاعب فاتمنى كل التوفيق اللاعب جلال الدين مشاري بوف مع نادي النصر وان شاء الله انه يفيدهم وان شاء الله يساعدهم على عودتهم من جديد لانه النصر الصراحة بكل مانا محتاج يرجع النصر قاعد يضيع نقاط كثير شفت اليوم وش سار نادي العين هزم نادي التعاون والعين الصراحة فريق قوي انا دايما امدح العين واقول لكم فريق قوي بس مشكلته ما قاعد يسجل يعني اهداف كثير وله قادر يفوز ما ادري ليس ايش المشكلة والشي الثاني انه نادي النصر تعادل قدام ضمك فسار حاليا النصر وضمك هم المراكز الاخيرة ونادي العين تعداهم فهذه مشكلة كبيرة جدا للنصر لازم يلحقوا نفسهم قبل ما يروح الفريق يعني المكان ابدا مو مناسب للنصر النصر المفروض يكون في القمة ينافس الاندي الكبيرة ما يكون تحت في القاع ينافس على الهبوط بكل امانة تقيم الصفقة جلال الدين مشاري بوف عشرة من عشرة الروح للصفقة الاخيرة عندنا في حلقة اليوم الصفقة الكبيرة والصفقة المهمة بكل امانة اللي هي لوكا سليمة ما يكون امرابط انا حابب اتكلم عن الصفقة وكل شيء بشكل تفصيلي نبدأ بشكل سريع النصر جاته اصابة او جاء اصابة اللاعب كيم جينج سوه بيقطع في الرباط الصليبي تقريبا فراح يغيب عن النصر لنهاية الموسم هو لعب ممتاز لكن غيابه لنهاية الموسم جدا راح يأثر عن النصر فالنصر اكيد حاليا خلاص راح يتفق معه انه سقط اسمه من القائمة وممكن السنة القادمة يرجع للفريق فالنصر انت تعرفوا عنده مشكلة في الظهير الليسر يعني مع احترام العبد الرحمن العبد لكن ليس اللاعب اللي يليق بمستوى نادي النصر النصر بحاجة اللاعب كبير لاعب ممتاز جدا في خانة الظهير الليسر يعوض غياب كيم جينج سوه اللي جاء قطع في الرباط الصليبي فاش اللي ساير حاليا حسب موقع قوله عدة اعلاميين معروفين طبعا واخبارهم موثوقة يقول لك نادي النصر بعد اصابة كيم جينسو يفكر ويضع عدة خيارات من رجل التوقيع مع الظهير ايسر اجنبي طبعا هم راح يشيلوا مرابط بنسبة 90% ويجيبوا بداله جلال الدين مشاري بوف برادي جونز راح يستمر ما يكون فيه شكوك حول استمراره بتروس مستمر مارتينز مستمر حمد الله مستمر فكيم جينسو راح يشيلوا من القائمة راح يجيبون بداله وظهير ايسر اجنبي هم حطين عدة لعبه لكن الهدف الرئيسي عندهم هو لوكا سليمة وخصوصا مع معاناة الاهل المادية فيقول لك الاخبار انه نادي النصر مستعد انه يقدم من طرفه اما ما يكون او نور الديني مرابط للنادي الاهلي مقابل الحصول على خدمات لوكا سليمة على سبيل الاعارة لمدة 6 اشهر شايفين كيف لنهاية الموسم فبكل ما انا كمشجع اهلاوي اتمنى اتمنى انه الاهلي اذا بياخد لعب من النصر ياخد ما يكون مرابط ما يحتاجه بقدر انت ما تحتاجه قلب الدفاع الاهلي بحاجة تقلب الدفاع عز النبي لا تقول لي ما يكون طايح مستوى والله ما يكون مدافع كبير واذا اللاعب غلط مرة ومرتين عادي تسير لكن ما يكون اللاعب كبير وراح يذبط نفسه لو جاء الاهلي واذكركم فاتمنى اتمنى انه تسير هذه الصفقة مايكل يروح للنادي الاهلي لوكا سليمة يروح للنادي النصر صفقة تبادل يعارى كل واحد يروح للنادي الثاني ستة تشهر صراحة صفقة جدا ناجحة واذا النصر طبعا ما عنده مكان يعني المرابط فيعطيه الاهلي والله انا شوف انه يعطيه الاهلي برضو يعني مجانا هدية والله لاعب ممتاز جدا مرابط وراح يفيد الاهلي والاهلي من طرفه انا انصح الاهلاوية انهم يقدمون هدية للنصر كرد جميل ماركو مارين ولوكا سليمة مقابل مرابطه مايكل والله لا تكون صفقة حلوة لا بس مارين والله بده يضبط الفترة خيرة على العموم انه انا بالنسبة لي اتمنى اذا لوكا سليمة رح يتركه الاهلي وبيروح النصر حسب اخر الاخبار على سبيل عارو مدة ستة تشهر اتمنى انه الاهلي ياخذ مايكل انت تحتاج قلب دفاع اجنبي والنصر بيعطيك ايام الجانن بس تدفع له رواتبه زي ما تدفع رواتب ليمة الحين بتدفع رواتب مايكل بس هذا اللي بيصير في الفريق فالصراحة مايكل لاعب جدا يحتاجه الاهلي والنصر بحاجة اللاعب لوكا سليمة بالنسبة لي اذا تمت الصفقة انا اقيم الصفقة عشرة من عشرة صفقة متكاملة لكل الفريقين النصر بحاجة لظهير ايسر الاهلي بحاجة لقلب دفاع بكل ما انا شوف انه ظهير ليسر ما رح يكون خسارة كبيرة للناد الاهلي لوكا سليمة مستوعد زي مستوى اي لاعب محلي اشوف انه الاهلي اذا ما قدر حتى يجيب محمد قاسم او الزبيدي او توفيق ابو احمد ولا واحد منهم ابو حيمد ما قدر يجيب ولا واحد منهم انا شوف عنده هاي الصبياني لاعب شاب ممتاز يقدر يرجع محمد الزبيدي من نادي ضمك قاعد يلعب كل مباراة اساسي هذا الموسم ومو مقصر محمد الزبيدي وبرضو عنده عبد الباسط هندي يلعب ضهير ايسر فالاهلي ابدا ما عنده مشكلة في الضهير اليسار كلهم بمستوى لوكا سليمة ممكن يكونوا احسن تعرف يعني لاعب سعودي يلعب لك بالروح فانا شوف صفقة جدا متازل كل الطرفين تقييم لها عشرة من عشرة انتوا اعطوني رأيكم في الصفقة تحت ومن تتمنى يلعاو يروح للأهلي مقابل روحة لوكا سليمة للنصر كان معكم فارس وفارس وفشل شكر لكم على المتابعة ان شاء الله سمتعتم في الحلقة الاولى من اخر اقبار الانتقالات الشتوية شكر لكم جميعا على المتابعة الله يسعدكم كلكم وحبكم واحد واحد اتمنى زي ما قلت تشتركوا في القناة وتفعل جرس تنبيهات وتضغط زر لايك تنشر مقطع في كل مكان خلو نصر خمسة وخمسين الف قبل هاد السنة ونصر هذا المقطع حول الالف لايك اتمنى اتمنى انه نتوصلوا الالف لايك شكر لكم على المتابعة في الختام كلمتين خفيفتين على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وكمان زيدها يعني زيدها واخذ اجر اكثر وقول استغفر الله العظيم واتوب اليه سبحان الله والحمد لله ولا الاهل لله والله اكبر واللهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وفي الختام اذكركم وقول لكم دائما اختموها بلا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين شكرا لكم وتابعة والسلام